اخيرا في الجزئية دي قبل من روح للدوري العام النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا في مقر ودارة الشباب والرياض بحضور طبع الدكتور اشرف صبحي واساس جمال علام رئيس اتحاد الكورة وسكرتيل عام الاتحاد الافريقي للتنسيق لعمل مؤتمر افريقي دولي حول مسألة امن وسلامة المباريات في افريقيا ده هيتعمل على هامش ما حدث في السنغال لانه ما حدث في السنغال هي فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى فيما يتعلق بالهمجية اللي حصلت من جماهير الحضور السنغالية تجاه منتخبنا الوطني وبالتالي لا يمكن ان نثمي هذا الامر لعب نظيف على الاطلاق هذا لعب ارهابي ان انا العب في هذه الاجواء الارهابية سواء فيما يتعلق بما حدث في الاوتوبيس والحكاية والرواية او فيما يتعلق بما حدث قبل بداية المباراة من تهجمات خاصة بالجماهير والقاء زجاجات وغيره ثم نهيك على ما حدث اثناء المباراة والقاء زجاجات مليئة بالماء على حارس المرمى محمد الشناوي ثم ما حدث من شركة ليزر موزعة الاف اقلام الليزر على الجماهير وجهتها بمنتهى القصوة على وجوه اللاعبين اثناء تسديد ضربات الترجيح وحتى على وجه محمد الشناوي كل ده لا يمكن ان يندرك تحت مسمى اللعب النظيف او الفير بلاي خالص فنحن بصدد عقد مؤتمر افريقي دولي يبحث امن وسلامة المباريات في افريقي لانا بقوله لحضراتكم اذا لم يكن هناك قرار جريء قرار جريء اذا حدثت مثل هذه الامور قولا واحدا تحتسب المباراة لصالح الفريق الضيف اللي تعرض لهذه المهازل اذا لم تكن هناك نصوص في اللائحة كل سنة انت طيب واحد يقول لي هو يقدر يعني الحكم يصفر وينهي المباراة اقول له لا ما يقدرش يكمل المباراة عادي جدا جدا تماما زي ما حصل في مباراة سنغال ومصر وبعد نهاية المباراة بيكتب تقريره الامين مع طبعا لقطات التلفزيون والفيديو واللقطات الاخرى ويتخذ الاتحاد الافريقي قراره ده فيما يتعلق بالمباراة التي تتم تحت تنظيم الاتحاد الافريقي ثم ترسل توصية للاتحاد الدولي ليطبق نفس الام لهو الوضع بتاعنا احنا احنا طبعا لغا دلوقتي لسه لجنة الانضباط لم تصدر قرارها النهائي يوم واحد وعشرين ابريل وفي حالة انه هما مدوش قرار باعادة المباراة سنلجأ الى المحكمة الرياضية دلوقتي لازم نجري وراء حقنا للاخر الله يتعادت انا وسهلا ما تتعادتش يبقى احنا لم نتدخر جهدا في هذا الامر اذا هذا الامر المهم جدا الحقيقة التنصيق لعمل مؤتمر افريقي تحت عنوان امن وسلامة المباريات في افريقي ترجمة نانسي قنقر